لو انا عندي حقائق وارقام اقدر اقولها ازاي خلينا نقولها في نسب كده سريع اسمحلي ارجع عشان ادي الارقام بدقة وهقربها بعد كده لما نيجي نشوف على سبيل المثال عدد الشكاوى اللي جات لجهاز حماية المستالك هناخد متوسط سنتين اللي احنا كنا بنعيد فيهم الهايكالة من ساعة ما توليت المسئولية وناخد قابليهم سنتين ايا كان لما نيجي نشوف مثلا عدد الشكاوى اللي جات وطبعا لا اعني اي شخص بالعكس السنتين دول كان فيهم اكتر من ادارة يعني للجهاز يعني اللي هم السابقين عن ادارتنا يعني لما اجي نشوف المتوسط كان مثلا عدد الشكاوى الوردة حوالي 258 الف شاكور نقرب نقول 260 الف شاكور في سنتين بنسبة ان احنا 420 الف شاكور عدد الشكاوى زين عدد الشكاوى ده معناها حاجتين واحد وعي انك انت بتشغل على التوعية الاهم انك فيه ارتفاع لمستوى الثقة صح في الجهاز وبالتالي الناس بدأت تلجأ ليه مع اخذ في الاعتبار ان احنا ما نقدرش نتأكد من دقة المعلومة اللي انا بقولها دي غلا لما نشوف نتائج حل الشكاوى وزمن حل الشكاوى وجودت حل الشكاوى الحل الشكاوى ولازم نقاسها وده انا راجل بتاع ادارة يعني بغض النظر فانا دي شغلي انا لازم يكون عندي حاجة اسمها مؤشرات اداء كيبي ايس انا معرفش اشتغل غير لما يكون قدام مني كده مجموعة مؤشرات اداء وبشوف انا الحمد لله في مكتبي بفضل مجهود زملائي انا عندي داشبورد كده لوحة كده شاشة شايفها عليك او موجودة عندي عالتليفون ممكن افتحها لك دلوقتي شايف من الاول اداء الجهاز كارقام من فوق خالص شايف لحد اداء موظف موظف من زمائل حلو وبتابعه فلما نيجي نقول ان احنا تقريبا نسبة الزيادة كانت مئة وسبعين في المية فعدد الشكاو احنا قلنا ده لو معا جودة في الحل يبقى ده زيادة وعي وزيادة ثقة في الجهاز لما نقول عدد المكالمات اللي جات وعدد المكالمات تختلف عن عدد الشكاو لما نقول في متوسط السنتين كان حوالي تلتمية وخمسة وعشرين الف سنتين السابقين عن تولي المجلس الادارة الجديد في مقابل مئتين تمانية وسبعين الف احنا قلنا ما زد لاش رغم عدد الشكاو زادت ده بيقولك ايه ان المستهلك ما بيحتاجش يرجع كتير يسأل عن الشكاوة بتاعته لانه بيلاقي متابعة من عندنا صح طيب لما نشوف ندوات التوعوية اللي بنعملها على على التليفون سواء بنبعث رسائل او او نقارن ما بين تلتمية وخمسة وعشرين الف اه تمنمية لحوالي ستمية تمانية وسبعين الف يعني تقريبا الضعف مم برضو في السنتين تعال نشوف اه نسب حل الشكاوة دي بقى الارقام اللي بتقولك هو ده في المقابل ايه انت النهاردة زاد عليك عدد الشكاوة اللي جت بمعدل احنا قلنا مية وسبعين في المائة صح طيب في مقابل زيادة عدد الشكاوة المفروض مع ثبات اه اخذ في الاعتبار ثبات في عدد الموظفين ما زدناش موظفوه مزدناش موظفوه يبقى المفروض انه كان ينخفض الأداء لانك انت كل موظف المفروض بيحل مشكلة لو بقوا مشكلتين يبقى يحل النص مشكلة طيب تعالي نشوف بقى نسبة حل الشكاوة من 81% 95% من 10 في 22 يعني 96% نسبة حل الشكاوة تعالي نشوف مؤشر مهم جدا زمن حل الشكاوة احنا قولنا من ايه سنتين ده سنتين كان متوسط زمن حل الشكاوة 34 يوم اوكي النهارده 9 تيام ولما اقول دي ناس تقول لا ده انا فيه شكاوة بتوع 3 شهور واحد تاني اقول اخلا انا شكاوة اتحلت في ثانية انا بقول المتوسط المتوسط ليه فيه طبيعة لبعض الشكاوة ممكن تبدأ راحة جاية راحة جاية فحص فني يطرح كلية الهندسة والشاكية اعترض على التقرير نرجعها نعمل لجنة ثلاثية وترجع وتعرض على الأمانة فنية بزات زي شكاوة السيارات والسلعة المعمرة التقيلة وفيه عندنا شكاوة بتتحل يعني ريل طعا في الحزيات لأنا فاتح شاشات على كل الشركات فتبقات للشكوى يرد في الحزيات يقول لي تم 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 افل اتصل بالشاكي حصل اتصل بيك اه حدده معاد زيارة اه طيب اتدولك معاد زيارة امتى بعد بكرة الصبح تمام بعد بكرة الصبح هكون بتتصل بيه حصل حل الشكوى تمام ايه فده اللي ايه الشكوى نوصل لتسعة تيام لما نيجي نشوف الحل بالتفاوض المباشر وده مؤشر جديد حطناه كده على الساحة يعني ايه التفاوض المباشر يعني انا اما احل بالتفاوض المباشر مع الشركات او احيل للنيابة وللمحاكم اوكي فكان احد معشرات الاداء بالنسباني ان انا ارفع نسبة الحل بالتفاوض المباشر لا لشيء الا للقاتي لو انا حلت شكويتك عن طريق المحكمة هتاخد دورها طبيعي والمحاكم يعني اوبروال يعني محملة محملة ومكتظر بعبء كبير جدا فبالتالي انا اذا نجحت ان انا حلل لك الشكوى بالتفاوض المباشر اكيد ده مكسب ليك كمستهلك كبير جدا وقللت الضغط على المحاكم والمصاريف اللي بتحملها المستهلك او المحامي بتاعه او 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 ودي نسبة الحقيقة باهتم بيها جدا ان احنا ارتفعنا نسبة الحل بالتفاوض المباشر من 93% ل 98% يعني وقللت 99% بالتفاوض المباشر احنا ما بيروحش المحاكم دلوقتي اكتر من واحد واثنين من عشرة من الشكوى احنا عندنا رقم الخط الساخر الناس كلها حفظات 19-5-88 واضفنا الرقم الواتساب الجديد كان فيه رقم قبل كده كان نسبة تلقي الشكوى عن طريق الوسائل التكنولوجية حوالي 11% النهارده 37% وطبعا خدمة الانترنت والواتساب بتتيح لحضرتك 24 ساعة في اليوم طب تحالا نشوف ازاي جيه الكلام ده جيه منين يعني اللي انا عمال اقوله الارقام اللي زادت دي جيه 80 سحر مسلا اكيد لا تعالا نشوف كان متوسط عدد ساعات التدريب في السنتين اللي قبل حوالي 5850 ساعة التدريب في سنتين تعالا نبص عندي انا نهارده 34310 ساعة التدريب اكتر من 6 اضعف نهارده انت مش هتتحب تتحرك افقي الدولة واخد اجراءات انها التوسع الافقي في عدد العاملين وا 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 لا ده لي اجراءات كذا فلازم تتحرك رأسي رأسي طب تتحرك رأسي ازاي تدريب تدريب مؤشرات اداء قياس جودة بدأنا ندخل يعني مسميات جديدة علينا كناس يعني تعلمنا محدود يعني بسيط الحاجة اسمها كيبي ايز مؤشرات جودة وكذا وبتنعكس على دخل الموظف صح دخل المباشر يعني انا نهارده كمنظومة ويمكن افخر الحمد لله ان بدأت هيئات اخرى تاخد منظومتنا زي ما هي وانا بقى سعيد جدا اديها لهم منظومة الاثابة اصبح الاثابة عندي مرتبطة بنسبة المحقق بتاعه بشجعه بحفزه طول الوقت نسبة وتناسك مش حاجة سابقة عندي وعندي حاجة اسمها كيرفر بس مش حاجة دخل تعقيد يعني حتى لو انت المدير بتاعك ادالك 90% الشهر ده بس انا شايف اداء الجهاز كله 70% فحضرتك هتاخد 70% من 90% ده كده بالزبط زي ما بيحصل في الشركات الاستثمارية الكبرى والمالتي ناشنالز يعني الطريقة بتاعت ان انا اخلي الموظف هو عاوز يشتغل مش بجبره حتى على الشغل هو عاوز ينتج مش بجبره على معدلات انتجه هو اللي بيبقى عايز ده بينعكس عليه بشكل مباشر طيب تعال انا بص على رقم جيد وانا مش هتكلم كتير في حماية المستقل عشان الناس كده عايز تسمع حاجات غير دي بس الحقيقة ليه انا بقولي الكلام ده كله لان ده انجاز زمالي ولان انا مش بدي زمالي احنا موظفين حكومة هو ما ما بناخدش مرتبات عظيمة احنا بناخد يدوبك عايشين وبياخد دعم معنوي وفعلا الناس عندي بالارقام اللي قلتها لك تقدر تعرف ارتفع اداؤه لأكتر من الضحف صح فبيحتاج دعم معنوي طبعا بيحتاج كلمة طيبة بيحتاج تشجيع بيحتاج يسمع ان احنا بنقدر مجهودك